موسيقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المشاهدون العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع برنامجكم بلاد الأفراح الحلقة التاسعة الطريق إلى الجنة ونحن من خلال وصفنا خلال الحلقات السابقة عن غاية هذا الإنسان وسعيه في مسيرة إلى الله سبحانه وتعالى مسيرة العودة القاصدة إلى الله سبحانه وتعالى لأن البشرية كلها عائدة إلى الله لأن المصير إليه والرجع إليه والمنتهى إليه سبحانه وتعالى وما نحن إلا أناس أخرجوا من ديارهم لفترة محددة فترة ابتلاء فترة اختبار ليبلوكم أيكم أحسن عملا فمن الذي يكون أحسن عمل ومن الذي ينجح في البلاء ومن الذي يسلك الطريق المؤدي إلى جنة الله سبحانه وتعالى هنا هو التحدي الحقيقي للبشرية ابتداء نؤكد بأن جنة الله سبحانه وتعالى هي مظهر وتجلي من تجليات رحمته ذكرت بأن الوجود كله هو مظهر من مظاهر تجليات أسماء الله سبحانه وتعالى أعظم تجلي أو من أعظم تجليات رحمة الله سبحانه وتعالى هي الجنة الله سبحانه وتعالى من أسمائه الرحمن الرحيم ويفتتح به كتاب الله سبحانه وتعالى تأكيدا على أن الرحمة هي الغالبة ونجد دائما يصف الله سبحانه وتعالى أعظم مخلوقاته يربطهم بقضية الرحمة الرحمن على العرش استوى فنلاحظ أن العرش أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى يرتبط به اسم الرحمن جل جلاله وأشارت كذلك الحاديث النبوية عن أن الله سبحانه وتعالى ما نجده الآن من رحمة في الدنيا سواء في عالم الإنسان أو عالم الحيوان كل هذه الرحمة التي نلاحظها والرحمة التي تتجلى في الوجود كله ما هي إلا واحدة من مئة رحمة لله سبحانه وتعالى وادخر الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ادخر لنا تسعة وتسعين رحمة في يوم القيام إذن هذه المسألة مهمة جدا استحضارها في الوجدان الإنساني وفي وجدان المسلم على وجه التحديد ليدرك حجم عظمة الله سبحانه وتعالى وحجم الرحمة التي ادخرها الله سبحانه وتعالى لعباده إذا كان كل هذه الرحمة رحمة الأمهات ورحمة عالم الإنسان لبعضه البعض ورحمة الخيرين ورحمة الأنبياء والرحمة التي بثت في هذا الوجود إذا كان كل هذه هي رحمة واحدة أو جزء من رحمة الله سبحانه وتعالى فما بال الرحمة التي ستدخر لنا إن شاء الله يوم القيامة فهذا طبعا يتيح فرصة لأن الإنسان يقبل على الله سبحانه وتعالى ويقبل على جنته سبحانه وتعالى وهذا ما ينبقي أن نتعرف إليه إن شاء الله من خلال هذا البرنامج إذن الجنة هي تجلي من تجليات الرحمة ولذلك هنا يرفع عندنا الإشكال الذي يحاول على الأقل البعض لا يستطيع استيعابه أو لا يستطيع أن يجمع فيه بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين الآيات التي وردت عن قضية العمل الرحمة والعمل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدكم الجنة بعمله لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته يعني لن أدخل الجنة إلا إذا تغمدني الله برحمته طيب كيف أن الله سبحانه وتعالى يقول لنا تلك الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون وكثير من الآيات تحضنا على العمل وتبين لنا أن هذا العمل سيكون سببا من أسباب دخول الجنة أليس هذا تعارب كما يظهر عند الوهلة الأولى نقول ليس هناك تعارب السبب في ذلك أن رحمة الله سبحانه وتعالى هي أصل وجودنا وأصل حركتنا وأصل شكرنا وأصل عبادتنا فلولا رحمة الله مهتدينا ولولا رحمة الله ما خلقنا ولولا رحمة الله ما وفقنا ولولا رحمة الله ما أعنا حتى على الطاعات فكأنما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير لنا إذا هذا البعد العميق في النفس البشرية في أنك أنت مهما عملت أعمالك لا تسوى شيء الأمر الثاني حتى لو عملنا فنحن في نهاية المطاف عبيد لله عز وجل نحن جزء من خلقه عبيد من عبيد الله سبحانه وتعالى فليس هناك ما يلزم الله أن يكافئنا المسألة الثانية ليس هناك ما يلزم الله أن يكافئنا خلقنا وأوجدنا وأعدنا وأمدنا نأكل من خيره ونتحرك بفضله ورحمته ونعبده بتوفيقه إذن كلنا في نهاية المطاف ما نحن إلا خلق لله سبحانه وتعالى والله خلقنا وما نعمل إذن الله سبحانه وتعالى ليس مجبر أن يكافئك بأعمالك يعني فقط لو قال لك والله أنا أريد أن أحاسبك على مسألة النفس طالع نازم والله قال لك صلواتك هذه كلها مقابل مثلا الأنفاس وزكاتك مقابل نبض القلب وحركاتك الأخرى مثلا الكريتين لو قيل لنا ذلك ما بقي لنا شيء هذا المعنى الثاني الأسف الشديد الذين تصوروا بأن هذا الحديث يناقض ثوابث القرآن الكريم ليس صحيحا النقطة الثالثة وهي مهمة جدا وهو أن الله سبحانه وتعالى في كتابه قد أشار إلى أن الجنة لا تدخل إلا بسبب الأعمال لكن الأعمال نفسها لا تنال إلا برحمته سبحانه وتعالى أول عكس يعني أريد أن أقول بأن رحمة الله تستجلب بالأعمال رحمة الله تستجلب بالأعمال الصالحة الله عز وجل مثلا يقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون انظر أن الله سبحانه وتعالى كيف جعل رحمته وسعت كل شيء ولكن هذه الرحمة كتبها لهؤلاء الذين يؤمنون به سبحانه وتعالى والذين يعطون حق العباد في الزكاوات والذين يتقون الله سبحانه وتعالى ويقول كذلك الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية بأن الإنساء كثير من عباد الله عز وجل يعني يدعون الله عز وجل ويطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يدخلهم في عباده الصالحين فماذا يقولون يسألون الله الرحمة وأن يدخلهم في عباده الصالحين ويقول الله عنهم أدخلناه في رحمتنا إنه من عبادنا الصالحين يعني الدخل في الرحمة بناء على أنه صار من الصالحين بالأعمال إذن الأعمال تؤهلك للرحمة الرحمة تؤهلك للجنة هذه الصورة على الأقل إذا وضحت للناس لا تكون هناك مشكلة ما بين الآيات التي تقول بما كنتم تعملون وما بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته إذن أدخلناه في رحمتنا إنه من عبادنا الصالحين أدخلناهم في رحمتنا إنهم من عبادنا الصالحين لاحظ إذن إنهم من عبادنا بما صاروا صالحين بالأعمال أصلحوا ما بينه وبين الله وما بينه وبين الخلق فوصفهم الله بالصالحين لأنهم أدوا الأعمال الصالحة فصاروا صالحين هذا الصلاح أهلهم لرحمة الله هذه الرحمة أدخلتهم جنة الله سبحانه وتعالى إذن هذه المسألة الأولى التي لا بد من استيعابها في قضية الطريق إلى جنة الله سبحانه وتعالى وهو أننا نسعى ونجتهد ونعمل من أجل أن ننال رحمة الله وأن يتقام مدن الله برحمته النقطة الثانية أن جنة الله سبحانه وتعالى طريقها واحد طريقها واحد هذا الطريق يسمى في كتاب الله سبحانه وتعالى بالصراط المستقيم هذا الصراط هو الطريق إلى الجنة هذه الجنة كأنما نقول نحن في كل صلواتنا طوال اليوم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم هذا الصراط هو الذي يوصلك إلى جنة الله سبحانه وتعالى وهنا طبعا يحضرني حتى نتصور هذا الصراط حتى نتصور هذا الصراط لأننا سنتكلم عليه هذا الصراط نحن دائما نقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط لكن ما هو هذا الصراط هل هو فعلا محدد المعالم واضح أم أن الأمر يحتاج إلى اجتهاد منا جميعا أم أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يترك هذا الأمر اللي هو صراطا ليطلبه كل الناس أن يكون مجهولا غير معلوم هذا الصراط لا بد أن يكون واضحا لا بد أن يكون معلوما لا بد أن يكون مسلوكا فنحن نقول إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتضح الصورة ودعونا هنا الآن الأمثال التي تضرب دائما تقرب المعنى بالمثال كما يقال يتضح المقال جاء في حديث النواس بن سمعان عن الصراط يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا استمعوا له ضرب الله مثلا صراطا مستقيما ضرب الله مثلا صراط مستقيم قال وحول طرفي هذا الصراط هناك أسوار سورين يعني على حافتي هذا الصراط سوران وعلى جوانب هذه الأسوار هناك أبواب مفتحة إذن تصور الآن هناك صراط منصوب على كل جسر يقول ما بين دفتين هناك صراط وعلى حافتي هذا الصراط هناك أسوار أو سورين وهناك أبواب على هذه الأسوار قالوا على هذه الأبواب ستور مرخية يعني عبارة عن ستائر مرخية من أعلى الباب إلى أسفله بحيث لا يفتح يعني كأنما هذا الساتر هو يمكن اقتحامه ولكن هو ساتر ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأس الصراط داعن على رأس الصراط داعن يقول أيها الناس ادخلوا إلى الصراط ولا تعوجوا ادخلوا إلى الصراط ولا تعوجوا ينادي الناس أنكم لا تنحرفوا يميناً ولا شمالاً لا تحاولوا أن تتسربوا من خلال هذه الأبواب ادخلوا إلى هذا الصراط فالنبي صلى الله عليه وسلم يحرد يعني هذا المنادي يقول على رأس الصراط منادي يقول أيها الناس ادخلوا ولا تعوجوا ومن فوق هذا الصراط أيضا داعي آخر فهناك داعيان داعي على رأس الصراط ينادي الناس وداعي من فوق الصراط طيب قال فإذا دخل الناس وأرادوا أن يفتحوا هذه الأبواب قيل لهم لا تفتحوا فإنكم إن فتحتموه ورجتموه يعني أي واحد يفتح هذه الأبواب يلجوا إليها لا تفتح لا تقترب ابتعد وهكذا ستجد نمط القرآن لا تقربوا الزنا ابتعدوا عنه اكتنبوه كذا يعني الألفاظ هنا واضحة القرآنية فنلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الأبواب إن اقترب منها أحد قيل له لا تفتح ولا تفتح يناديك بها كلام الله ويناديك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويناديك بها كذلك الواعز والضمير الداخلي لا تقترب إنك إن اقتربت من ذلك ورجت طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم مفسر بعد ذلك لهذه الأشياء قال فأما الصراط فهو الإسلام واضح الآن إهدنا الصراط المستقيم تضحت واحدة من معالمه وهو أن الصراط ما هو الصراط هو الإسلام لكن أيضا له تفاصيل كما ستأتي إن شاء الله إهدنا الصراط المستقيم قال النبي صلى الله عليه وسلم فأما الصراط فهو الإسلام وأما الأسوار أو السورين هما حدود الله سبحانه وتعالى يعني هذا الصراط حدوده على الأطراف هي هذه الأسوار وأما الأبواب فهي محارم الله سبحانه وتعالى هي موجودة على الأسوار وهذه حدود كل من يقتحم هذه الأسوار فقد اقتحم محارم الله قال فأما الأبواب فهي محارم الله سبحانه وتعالى وأما الواعظ الذي ينادي أو المنادي الذي ينادي على رأس الصراط فهو كتاب الله سبحانه وتعالى إنه ينادي في الناس ادخل هذا الصراط فهو ينادينا الله سبحانه وتعالى من خلال كتابه وهدايات هذا الكتاب كلها تنادي في الناس أن يدخل الصراط ولا تعوجه وهكذا يعني المطلوب هو الاستقام على هذا الصراط السير على هذا الصراط عدم الالتفات إلى هذه المحارب التي على الأسوار والأبواب المفتوحة التي فقط مغطاة بهذه الستر أن لا نقترب منها ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصراط هو الإسلام والأسوار هي حدود الله سبحانه وتعالى والأبواب هي محارم الله سبحانه وتعالى فمن اقتحمها فقد ولي إلى النار والعياذ بالله قال وأما المنادي الذي ينادي من فوق فهو واعظ الله في قلب كل مؤمن أو في قلب كل مسلم هناك واعظ لله سبحانه وتعالى يعظ الناس يذكرهم كأنما الفطر الإنساني السليم التي وضعها الله سبحانه وتعالى في أهل الإيمان تنمو دوما مع الإيمان وتزداد معه كلما أرادوا أن يقتحموا فإن الواعظ الداخلي يعظهم ويذكرهم فإذا أصابوا شيئا تذكروا هكذا شأن المؤمن يعني يغفل ولكنه يتذكر ولا يستمر طويلا فكتاب الله منادي للناس بالحلال والحرام وواعظ الإيمان وواعظ الإنسان الداخلي أيضا واعظ الله سبحانه وتعالى ينادي في الناس أيضا أن ابتعدوا ولا تقتربوا من محارب الله سبحانه وتعالى إذن هنا وضحت عندنا الصورة بحيث هذا الصراط الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا طبيعته وهذا الصراط الذي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إليه فيه أوامر وفيه نواهي وفيه كذلك عبادات وفيه كذلك إلى غير ذلك يعني هو عبارة عن الإسلام كما أنزله الله سبحانه وتعالى وفسر عموما الصراط في علماء التفسير فسروه بأكثر من حال فسروه بكتاب الله وفسروه بالإسلام وفسروه بالتوحيد وفسروه برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه كلها أوصاف تصدق لأن يطلق عليها الصراط فالإسلام هو عموم الصراط ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الداعي إلى هذا الصراط وكتاب الله سبحانه وتعالى هو الداعي أيضا إلى هذا الصراط فنحن عموما عندما نجد أقوال المفسرين في تنوعها فإنها جميعا تلتقي في فهم واحد وهو العمل بالإسلام والالتزام به والسير على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نلاحظ في قضية الطريق إلى الجنة المقصود منها إن شاء الله هي ما هي الأعمال التي على الأقل من التزم بها فإنه يكون بإذن الله سبحانه وتعالى من أهل الجنة التي قال الله عنها بأنها جنة عرضها السماوات والأرض ما هي الأعمال هناك أريد أن أقول ثلاثة أعمال أساسية أو ثلاثة أصول أساسية لا بد من الالتفات إليها ثم نأتي إن شاء الله بعد ذلك في حلقة لاحقة يمكن أن نفصل إن شاء الله موضوع التفاصل لكن في هذه الحلقة دعونا نقول نقف مع قول الله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون هذه الآية التي قلت بأن الجنة هي تجل الرحمة وأن هذه الرحمة تنال بهذه الأعمال الثلاث ما هي هذه الأعمال التي قال الله عنها بأن الرحمة ستكتب لهؤلاء لاحظوا معي أن الآية الأولى تكلمت عن المبدأ الأول هو التقوى الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون فيمكن أن نقول بأن الإيمان الإيمان بشكل عام يأخذ المرتبة الأولى والأعمال الصالحة وتقوى الله سبحانه وتعالى هذه الثلاثية هذه الثلاثية هي التي من استطاع أن يلتزم بها فقد لزم طريق الجنة فدعونا نتكلم إجمالا على هذه الأصول الثلاث أول شيء الإيمان بالله سبحانه وتعالى نلاحظ بأن الآية ذكرت بأن آية ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتب فيها ثلاث أشياء وكذلك الآية الثانية التي نجد فيها أيضا هذه الثلاثية قول الله سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكرنا أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ومن يعمل من الصالحات من ذكرنا أنثى وهو مؤمن دخلون الجنة فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية ربط دخول الجنة بالإيمان والعمل الصالح وهناك آيات كثيرة جدا أيضا تؤكد هذا المعنى كما في أواخر سورة الكهف إن الذين آملوا عملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوسي نزلا خالدين فيها لا يبقون عنها حولا فهذه الآيات كلها تربط بين الإيمان وبين العمل إذن دعونا إجمالا نتكلم عن أن أهم الأصول التي لا بد من الالتزام بها فيما يتعلق بالسير إلى الله سبحانه وتعالى في جنته المسألة الأولى الإيمان والمسألة الثانية التقوى والمسألة الثالثة هي الأعمال الصالحة فما هو الإيمان؟ الإيمان كما هو معروف في حديث جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله أركان الإيمان الستة ولكن نلاحظ بأن القرآن الكريم أحيانا يطلق الإيمان على الإسلام ويطلق الإسلام على الإيمان عندما يأتي كل على انفراد ويميز بينهم عندما يأتيان معا فالإيمان بشكل عام عرفه أهل السنة والجماعة بأنه إقرار بالقلب أو تصديق بالقلب وعمل نطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان فابتداءا نستطيع أن نقول بأن الذين آمنوا يراد بهم من يؤمنون بالغيب أولا ومن يؤمنون بكل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى في تشريعه وما أخبر الله سبحانه وتعالى فعلى الأقل الجانب الغيبي هذا أول ما يدخل في مسمى الإيمان أول ما يدخل في مسمى الإيمان هو الجانب الغيبي أن كل ما أخبر الله عنه يؤمن به الإنسان النقطة الثانية النطق باللسان أي الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله جزء من الإيمان النقطة الثالثة وهو مبدأ أصيل جدا ويدخل في ما هي الإيمان الأعمال الصالحة فنلاحظ أن الأعمال الصالحة عند أهل السنة والجماعة لا تنفصل عن مسمى الإيمان بل تدخل في هذا المسمى تدخل في مسمى الإيمان الله سبحانه وتعالى مثلا سمى الصلاة إيمان قال وما كان الله ليضيع إيمانكم فاسترت بأنه ما كان الله ليضيع صلاتكم فالصلاة جزء من الإيمان ولكن الحد الأدنى هنا على كل فيه أقل ما يمكن أن يدخل في مسمى الإيمان كل العقائد التي على الأقل تعتبر أركان الإيمان الأساسية الإيمان المجمل ويدخل معها كذلك أصول الإسلام الحد الأدنى فيه أن يكون الإنسان مع إيمانه مقيما للصلاة ومنهم من قال لا بد أن يقيم الأركان الخمسة وإلا لن يكون مؤمنا فعلى كل نحن دعونا نقول بأن الإيمان قول وعمل الإيمان قول وعمل أو الإيمان كذلك اعتقاد وقول وعمل فعلى كل امتدح الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا فأول ما يدخل في الطريق إلى الجنة أن يكون الإنسان مؤمنا فمن لم يكن مؤمن فقد حرم الله سبحانه وتعالى عليه الجنة طبيعة الحال لن يدخل الجنة الله سبحانه وتعالى إلا من كان مؤمن النقطة الثانية في موضوع الجنة هو التقوى التقوى هذه الكلمة الجميلة التي نسمعها في مساجدنا ونتلوها في كتاب الله سبحانه وتعالى وكل إنسان يجتهد في محاولة التعرف على الجنة ما هي الجنة؟ بعضهم يستشهد مثلا بأقوال لبعض الصحابة رضو الله عليهم أو بعض أقوال السلف في أن التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل ومنهم من يعرف التقوى مثلا بأنها العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله أو ترجو جنة الله سبحانه وتعالى وكذلك العمل ترك ما نهى الله عنه على نور من الله ترجو كذلك أو تفر من عقاب الله سبحانه وتعالى فالشاهد أن التقوى الكل على كل يحاول أن يعرفها بطريقة معينة ولكن دعونا نقف مع القرآن الكريم كيف ينظر إلى التقوى وماذا تعني التقوى في القرآن الكريم لأننا لن نجد أكثر بيانا من كتاب الله حول ذات ما وردت فيه من مفاهيم وخاصة المفاهيم الكبرى فمفهوم التقوى من المفاهيم الأصيلة في كتاب الله سبحانه وتعالى بل هي من أكثر المفاهيم ربما انتشارا في الكتاب وكثير من الأعمال تكون مآلاتها تقوى الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل هناك ثلاثة أشياء ربطها سبحانه وتعالى مع بعضها البعض ربط العبادة مع التقوى وربط التقوى مع الشكر وجعل هذه الثلاثة عبارة عمدة أساسية لما يمكن أن نسميه بغايات الخطاب القرآني فالله عز وجل مثلا يقول يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فجعل غاية العبادة تقوى الله سبحانه وتعالى وجعل غاية التقوى فاتقوه لعلكم تشكرون يقول الله سبحانه وتعالى فاتقوه لعلكم تشكرون فجعل سبحانه وتعالى العبادة غايتها التقوى وجعل التقوى غايتها الشكر انظر إلى الله فكأنما الشكر هو أعلى مقامات المداري في السير إلى الله سبحانه وتعالى ولكن ما يهمنا هنا كيف أن العبادات تؤدي إلى التقوى هذا المهم يعني كيف أن الإيمان والعمل الصالح كيف يؤديان إلى التقوى وما هي حقيقة التقوى سنلاحظ بأن التقوى في كتاب الله سبحانه وتعالى هي نقيض العدوان نقيض العدوان يقول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لاحظ أن ما يقابل التقوى هو العدوان ما يقابل التقوى هو العدوان وما يقابل البر هو الإثم فهنا نلاحظ أن حالة العدوان العدوان على الحدود أو العدوان على الحقوق فإنه ينافي التقوى التزام الحدود ورعاية الحقوق تعادل التقوى هنا حقيقة إذا التفت الإنسان إلى هذا المفهوم سيدرك أن التقوى في نهاية المطاف تعني السلم المجتمعي فالمجتمع الذي لا تكون فيه الاعتداءات في الحقوق والحدود فإنه يكون مجتمع التقوى نكتفي بهذا القدر ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة